صباحة اليوم بولاية تجيج الحملة التلقيحة أين سخرت السلطات المحلية كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية التي مسى جانب من مناطق الظل والبلديات السياحية التي تستقبل سياح والمصطفين التغطية لأيمن عبد الرحيم نحسيه اليوم 98 نقطة فهم نقاط متنقلة بعد الثمنتاش وكين خيم وكين صياد إلا مشاركين معنا ولكن الآن في المناطق اللي شوية تكون بعيدة حنا جندنا كل وسائل النقل خاصة منها حافلة النقل المدرسي وما يخفش على الجميع ولاية تجيج الولاية الساحلية وقطب يستقطب المصطفين لذلك كذلك سمحنا بالناس اللي يجوزوا العطلة هنا إلا يحبوا يلقحوا نحن في اتصالنا مع المديرات الصحة تعلوية ندحم نتبادلوا المعلومات نحن نجي منقح الجرعة للولا هنا ومدام رؤون نفس الفكسان خصنا هذا اليوم خصيصا للوقاية من هذا الفيروس بسكو نحن يتجا فوزنا جميع المراحل فوزنا مرحلة الوقاية فوزنا مرحلة العلاج نحن نحن في مرحلة التلقيح بما نقص الأعداد بسكو رماركينا باللي مام الدول اللي سبقونا في هذي العمالية را هم ندرك دي شكي يجنيوا التمان تا هذه العمالية لأنه العمالية إن شاء الله راح تقعد بالفيدة على صحتهم مع الوطن نعم هذه الجرعة الأولى اللي كمنا به هاليوم وإن شاء الله راح تستكمل بجرعة إن شاء الله التانية اللي حل فالفاكسان على كل يحل الفاريون كايز بدلو مام الفاكسان هذا اللي پولي فاني دابولي اللي سوشكاب